السلام عليكم كافرين لبنات لبساعدكم تمنى تكونوا كاملين باخر وعلى خير ان شاء الله اليوم سوف نشارك معكم كعب غزال بالنسبة لهذه البلاطوفين التي شاركته معكم في اخر فيديو حضرت مني شاركت معكم هذه الحلوة ريفيغ ميسيل ان شاء الله اليوم تشوفوا معي كعب غزال اللي يأتي كوعر ومداق دية الفن يجيبين بالساعد نشاء الله خليكم معا الفيديو و بالنسبة للعجينة هنا يعمل من معلقة صغيرة سنة يجيبين لدينا مصقلة حربة دقوقين و الزبدا للزبدا لدوب و العنباء مغاقه في مغاقه في منزل من معلقة الازيت الرومي الزبدا مدوبة تقدمتهم كبير مع المغاقه في منزل من معلقة الازيت الرومي سوف ندير معه جوجز لايف ديال الدقيق ديال الفورس مغربة ديال الحلوة وغادي نبقى حتى نخلط هاد الدقيق مع هاد زبدا مزيان مزيان حتى غادي نبقى ندير رماء الظهر شوية بشوية رماء الظهر كان ديرو في الاخر نجمع به العجينة العجينة كتجي هكا رطبة ما كتجيش قاسحة بزاف غادي تشوفوا معايا كيفاش كتكون هكا العجينة هنا هي جوجز لايف كما قلت لكم ديال الدقيق وبالنسبة للعقدة ديال اللوز صراحة صدرتها قدرت كيلو ديال اللوز وصراحة وصورت الفيديو لكن ما عرفش علاش تمسح ليه واش مسحول ليه شي حد في البناء مسحول ليه البنات ولا تمسحوا لما معرفت صراحة هنا غادي نبقى ندير المظهر وغادي نجمع هاد العجينة هادي وغادي نديرها في التلاجة واحد نص ساعة ضروري غادي نخليها ترتاح واحد ساعة واحد نص ساعة هاكا عد هاكا غادي نقطع هاك ورد كتجي هكا كما كتشوفوا رطبة وهنا هي صافي من بعد ما خليتها نص ساعة كتجي هكا رطبة كما كتشوفوا معايا غادي ندلكها وغادي نشارك معاكم الطريقة ديال لاحقدة ديال اللوز غير غا غا نشرحها هليكم وبالنسب AK أساس للبنات علدي كيلو ديال اللوز اي فسخت هكا و Whether it's less on oil and its weight وخليت بيجلب قال كاملها حتى تنتشوف من ندرك الماء لذلك المكروب مزيين ضروري تعود تطحنت المرة الأولوي ومن بعد طار مرة الأولى كانت تحتانة مزيbers وعود التحنت المرات الثانية مع أدخheimer ديلació دا اعود تعود التحنتين المرات الثانية مع الساعة warrior ديال الثاني دا كي BS المرارة التحان و المرات التحان و مع سكير السكر اضطر الأقليل من روحات اللوز و معلقة كبيرة المظهر مرات و معلقة كبيرة الزبداء وتحب المسكة الحرة و سوف يحرب لذلك اللوز هكا كدرت فيه حرابل و سوف يبديت هكا كنديرو كما غادي تشوفوا معايا هنا كنت كان نشارك معاكم هاد الجين هادي من بعد ما دلك تم زيان دلك حتى نخرج هكا في الماكينة كتكون هكا شفافة كما كتشوفو كيبانو في عيد ديه و سوف يخذ هكا ذيك العقدة ديال اللوز و كنديرها كما كتشوفوا معايا في الفيديو هنا كنت حطها الكرسي و كنت قلسها كنت مريضة شوية و هنا كنت معاوناني اختي كنت عندها را كنت شاركت معاكم الفيديو اللوز و كنت لكم الحلوة صوبتها كعن تختيف دارها صفي المهم ان شاء الله تبع لكم نكون زي ما شرحت لكم بطريقة ديال اللوز رهبعينة كتفسخوا اللوز هكا و كتخليوا حتى كي نشوف الدخول اللوز مثلا isto نحنrete بطريقة نشوف ان شخص الشرحت معان الأرواق مالذي و هدي يا فا Look good ريحة تضيقى مع حقل يكا بيتكف معت بطريقة مصدية مزيان مزيان حتى يتعلق ذاك اللوز كي يجي كمعلك سوف يقدروا فيها كصبيعة وقدروا بحل هالطريقة هذية اللي كان ديرولها إلا صورت الفيديو ذاك اللوز هكام بعد ما فسخته وقديته لما رحيل صورتهم ولكن لغالب الله ما تصورش لي صراحة ولكن بريدكم تجربوه هذة الطريقة دي لك عبغزل خصوصا هذة العجينة هذية اللي كانت جزوين بثب في واحد الماضاقية اللي ما تتبعوش منه فن جزوين بسبسف ذاك الشي ليش ما بغش نمسح الفيديو وقلت عليش اللي غادي نشاركو معاكم ورا شرحت لكم طريقة هكا شرحتها لكم رابحا يلين زي ما مصوروا ذاك الشي نتمنى ان شاء الله لبنى تعجبكم كما كتشوفوا انا ما قدرناهش ذاك زي ما ما قدرناهش بذيك هكا ديك شنوك يقول هذة كل ملقاش وهكا جربناه ولكن ذا كل ملقاش اللي عندي ما ما زوينش صافوا خلينا غير هكا السامبل صافوا هنا من بعد ما كملنا هذة بدرناه في الطاوة وغادي نخليوه ايبات تلغد ليه عاد ان شاء الله غادي نطيبوه هنا يا كنا خلينا صافي درناه في الطاوة كما كتلكم وغادي نخليوه حتى الغد ليه صافي هنا يا من بعد ما نشوفه انتو مدارور يخصوه وين شوف كتخليوه للا كاملة حتى كنشوف هناك ان ناخد هكا واحد براه يا البراه ايما تكون جديدة ولا تكون هكا معقمه وكتبقى تقبوه هكا وما تديروش اللي بندك ليكو غضوه هكا ما تديروش حينت كي كتكون دوك العوينات هكا كبار كيبان ليكم ذاك اللعيب هكا في كعب غزان من الاحسن كتديروغرشي فينيتا ولا شي براه هكا تكون معقمه ولا تكون جديدة صافي كانت تقبوها كقاعة كانت تقبوه هكا من التحت ومن الفوق وكل شي كما كتشوفه معايا وكان ناخد الزيت الزيت الرمية وكان بقى ندهنو انتو ما كان بقى هكا ندهنو باش يعطي ذاك اللامعان ولا يعطي ذاك يجي هكا محمر ما يشيش محمر بززاف المهم هذي تشوفوا معايا لكم شتوه معايا في الأول الفيديو هذي تشوفوا تاني في الأخر كيش هكا زوين المهم كتدهنو كين اللي كيدهنو بالأبيض البيض وكين اللي كيدهنو هكا بالزيت صافي غادي ندهنو من بهكا من بعد ما دخلتوا الفران وطاب صراحة شاركت معاكم كل شي يكين ما قد لكم تمسح لي هدا هو الشكل دياليك عبغزال ديالي نتمنى ان شاء الله يعجبكم هذي الفيديو وما تبخلوش علي بلايكات ديالكم نتمنى ان شاء الله يتعجبكم هذي الحلوة اللي شاركتي معاكم وبالنسبة الرافي اللي راح حطتها لكم في الفيديو اللي قبل من هذا في صندوق الوصف نتمنى ان شاء الله يعجبكم وبالنسبة الهني اللي بنات بغيت نشارك معاكم هذي المخدة هذو اللي مشيتن في واحد المحل في تيزنيت كيصوبهم كيصوب هذو الماء كيصوب هذو المحل اي حاجة بغيتوها بحال هاتش ديال ديال شلوح ولا هاتش تقليدي ديال نحنا ياه كيصوب المخدات كيصوب الكسيوات كيصوب ديال البحار كيصوب اي حاجة الكسيوات ديال البحار زي ماه اي حاجة كيسوب ودك لوضغة ولادك لزور ديال النوامس ديال هاد الشكل هادا المهم دك شي ديال الشلوح ولا اللي كيعجبوا بحلقة صراحة كنت بيت ناخدهم الاختي تم مايا سعى هي ما يعجبوهاش صافة ومشي تصورت عند الفيديو ورجعت المهم اللي عجبت هارا المحال هادا كان في تيزنيت كيصوبك المخدت هادو المبرأ والاخرين اللي مورا هم ماشي مبرأ كيدير في المبرأ وكيدير في التوب اللي عادي كما تشوف هادو كلورانية